ينضم إلينا حول هذا الموضوع السيد عيسام العروري مدير مركز القدس للمساعدات القانونية ينضم إلينا من رام الله أهلا بك سيد عيسام العروري قد يكون الحبس البيتي لمدة عام أو أشهر ولكن أثاره النفسية تبقى مثلة على المدى الطويل ولسنوات خاصة أن هؤلاء الأطفال لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة ما هي أبرز الأثار النفسية التي تبقى لدى الطفل مساء الخير لكم ولكل المشاهدين من المهم الإشارة بداية إلى أن سياسة الحبس المنزلي ليست منعزلة عن سياسات إسرائيلية أخرى مثل الاعتقال وممارسة التعذيب والملاحقة التي اتعرض لها الأطفال الفلسطينيون وإذا جئنا إلى سياسة الحبس المنزلي فإن سلطات الاحتلال تمارسها بطريقة موسعة حتى وفق بالخروج على القيود التي يفرضها القانون الإسرائيلي نفسه فضلا عن الاتفاقية الدولية وخاصة اتفاقية حماية الطفل التي وقعتها سلطات الاحتلال عام 1991 تتمثل التأثير بعيد المدى على الأطفال في بعدين البعد الأول هو حرمانهم من حقهم في التعليم حيث يضطرون للانقطاع عن مدارسهم ويمنعون من الاتحاق بها وهذا ما يؤثر على تحصيلهم العلمي لاحقا وخاصة حين تتكرر العقوبة على مدار أكثر من سنة ولذلك تشير إحصاءات ودراسات مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية إلى أن نسبة الأطفال المتسربين من المدارس والذين يلتحقون بسوق العمل مبكرا من بين الأطفال الذين يعانون من هذه العقوبة هي أعلى من أبناء جيلهم في مدينة القدس المحتلة ومحيطها أما التأثير الثاني فهو التأثير النفسي حيث يؤدي الحبس المنزلي إلى بناء حالة من الرعب الداخلي حيث يشعر الطفل أنه عرض للاعتقال في أي لحظة وأنه عرض للمراقبة وترافقه كوابيس تمتد معه لسنوات طويلة وبعضهم قد لا يشفى منها يعني الجانب النفسي معقد جدا أريد أن أركز معك على الجانب القانوني من غرائب الأمور أن يطالب الأب الذي من المفترض أن يحمي ابنه بأن يكون هو سجان لابنه طبعا هذا يؤثر طبعا على طبيعة العلاقة بين الطرفين لكن قانونيا كيف يكون في دولة تدعي الديمقراطية كإسرائيل قانون يتخالف مع القوانين الدولية التي تحمل أطفال وتضمن لهم حرية التعليم وحق الحصول على التعليم أولا وكما أشرت في المداية إسرائيل وقعت على اتفاقية حماية الطفل صدر عن الولايات المتحدة عام 1989 وقعتها إسرائيل عام 1991 وهذه الاتفاقية نصت على ضرورة توفير حماية للأطفال حمايتهم وعدم تعريضهم للاعتقال أو التعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية وحددت على نطاق ضيق جدا وعلى أن تكون خيارات أخيرة وفي حالات لا يمكن تعويضها بوسائل أخرى إمكانية الحد من حريتهم ووفق شروط وقيود لا تتقيد بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والقييد الأول يبدأ بحالة الاعتقال والقانون الإسرائيلي نفسه في هذه القضية أيضا وضع قيود على اعتقال الأطفال حيث يمنع اعتقالهم ليلا يمنع استجوابهم دون حضور ممثل عن العائلة لكن سلطات الاحتلال لا تعب بهذه القيود سلوك قوات الأمن الإسرائيلية يتنقض مع القانون الإسرائيلي والقانون الإسرائيلي يتنقض مع الاتفاقيات التي وقعت عليه إسرائيل نعم هو ينقضها لأن هذا القانون الإسرائيلي يطبق حين يتعلق الأمر بأطفال إسرائيليين يهود ولكنه لا يطبق بحق الأطفال الفلسطينيين لا يتم البحث عن تدابير لحماية هؤلاء الأطفال ومثل ما كل ناية التاريخ لإعتقالهم في ساعات الليلة المتأخرة القانون يحمل أطفال اليهود ولكنه القانون يفترض أن يحمل جميع ولكن الممارسة تحمل أطفال اليهود ولا تحمل أطفال الفلسطينيين إذن ماذا بقي لأولياء الأمور ماذا عليهم ماذا يمكن أن يفعلوا لحماية أبنائهم هل يتسقون في القضاء الإسرائيلي نعم هناك وسائل قانونية بالإمكان اللجوء إليها وخاصة في الحالات التي تكون فيها هناك خرقات صارخة للقانون ومنها حتى في الحبس المنزلي فالقانون الإسرائيلي أتاح للشرطة الإسرائيلية أن تحبس في المنزل طفلاً لمدة لا تزيد عن خمسة أيام لأغراض التحقيق فقط وسمح للمحكمة باحتجاز الأطفال في المنازل فقط في حال وجود لوائح اتهام ضدهم ولكن هذين القيدين لا يتقيد بهما في حالة الأطفال الفلسطينيين ما تقوم به سلطات الاحتلال تجاه المقدسيين يؤدي إلى مزيد من شحن النفوس يؤدي إلى مزيد من التحريض ويؤدي إلى تحويل المدينة المقدسة وتحويل أهلها إلى كنبلة موقوتة شكراً لسيد أسام العروري مدير مركز القدسي للمساعدات القانونية كنت معنا من رمالله